العبرة أين؟ العبرة من أن الدنيا ليست باقية العبرة هنا الدنيا ليست باقية لن يبقى فيها لا الأخيار ولا الأشرار لكن الذي يفوس هو الذي يأخذ بين يديه شيئا حين يسأل عند ضوابة التحقيق ما عندك بعد كل هذا العمر عليه أن يقدم شيئا علي وعليكم أن نكون حريصين أن نقدم شيئا لا أريد أن أطيل عليكم الحديث لكنني أختصر لكم المطلب فوقت الحلقة يكاد أن ينتهي أختصر لكم المطلب نحن إذا استطعنا أن نخلص من أعمارنا ثوانية معدودة دقائق معدودة وهو كثير 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 أن نخلص دقائق معدودة بإخلاص نخدم فيها إمام زماننا هذا هو أفضل شيء نقدمه بين أيدينا أضرب لكم مثالا هذا الكلام ما هو من عندي ما أنتم تقرؤون في أحاديثهم أو أنكم تسمعون من الذين يقرؤون أحاديثهم إذا صلى العبد ركعتيني بالحدود الواجبة ولكن بإخلاص فإنه قد ضمن الجنة طيلة حياته ركعتاني بحدود الواجب كم من الوقت نحتاج لأدائهما دقائق هذا هو الذي أقصده ركعتان فقط ركعتان بحدود الواجب إذا صلى العبد ركعتيني بإخلاص من أولهما إلى آخرهما فقد ضمن الجنة نجا ضمن النجاة فهذا هو الذي قصدته نحن إذا استطعنا أن نخلص ثوانية دقائق من أعمارنا في خدمة صادقة لإمام زماننا هذا هو أفضل ما نقدمه عند بوابة التحقيق حينما يسألوننا ما وراءكم ماذا جلبتم معكم من الدنيا بعد هذا العمر قد قدمت لكم قدمت لكم الإمكانات في بعدها المادي في بعدها المعنوي أقيمت عليكم الحجاج فماذا هيئتم لهذه الساعة لهذا اليوم إذا كنا نملك تلك الدقائق سننجو نذهب إلى فاصل بعد الفاصل أكمل لكم الحديث العمل الذي نستطيع أن نأخذه معنا إلى تلك البوابة وسنفوز نفوز بذلك العمل لا بد أن يكون عملا خالدا العمل الخالد لابد أن يكون مكونا من مادة خالدة وإلا القصور ستنتهي والسيارات الراقية ستنتهي والملابس تنتهي وكل شيء سينتهي والمناصب تنتهي وكل الكلام سينتهي أكان جميلا أم لم يكن كذلك كل شيء سينتهي يوم تبدل الأرض تبدل كل شيء سيتبدل حينما تبدل الأرض وتغير فهل تبقى قصور هل ستبقى حينما تبدل الأرض وتغير فهل ستبقى قصور وهل تبقى مدن غابات جبال بحار كل شيء سينتهي لا تبقى كتب ولا مؤلفات ولا مدارس ولا جامعات ولا تكنولوجيا ولا اختراعات قطعا من قطعا كل شيء كان نافعا لحياة الناس له أجر قد يأخذه صاحبه في الدنيا وقد يأخذه صاحبه في الآخرة أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل ولكن كل شيء سينتهي لا يبقى إلا الشيء الذي تكوينه من مادة الخلود كل من عليها فان ويبقى وجه ربك مادة الخلود من الآخر هي في ولاية علي ولذا فإن علي هو الذي يصدر حكم الخلود لأهل الجنان وأهل النيران وأقول لأهل الجنان خلود خلود هو الذي يقول لست أنا وأقول لأهل النيران خلود خلود من الآخر الوقت يجري من الآخر من الآخر المادة التي تكوينها تكوين خالد أشهد أن علي ولي الله هذه مادتها مادة خالدة المحتويات خلود في خلود لأنها تنتمي إلى سر الخلود إلى جوهر الخلود إلى اكسير الخلود تنتمي إلى عقيدتنا بولاية علي وآل علي أشهد أن علي ولي الله حاربتها السقيفة سقيفة بن ساعدة في جميع الاتجاهات حتى في مضمونها بلفظ آخر حي على خير العمل ما معناها أشهد أن علي ولي الله من هنا قامت السقيفة قام الخليفة عمر بإزالتها السقيفة بكل تفارعها حاربت أشهد أن علي ولي الله ظاهرا وباطنا لفظا ومضمونا أصولا وفروعا سقيفة بن ساعدة النقيض الكامل لهذا الشعار لهذه العقيدة أشهد أن علي ولي الله لا شأن لنا بهم ألا لعنة الله عليهم لا شأن لنا بهم أشهد أن علي ولي الله حاربتها حوزة النجف ولا أتحدث عن النجف في إطار الجغرافية هناك من حاربها في مشهد هناك من حاربها في الكاظمية هناك من حاربها في قم هناك من حاربها في إصفهان هناك من حاربها في نجف أباط حاربوها في أماكن عديدة لكن كل هذه التفاريع تعود إلى البؤرة القذرة إلى حوزة الطوسي إلى عين القذارة هذه حوزة النجف مراجع النجف وكربلاء حاربوا أشهد أن علي ولي الله ولكن بأسلوب شيطاني يجيزون ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم الجزئية ووالله هذه إهانة وإساءة أدب في فناء علي بشكل أكبر من أنهم لو تركوها وما ذكروها أصلا هذه إساءة كبيرة بالضبط أمير المؤمنين جالس مع رسول الله لو سلمنا على رسول الله وتركنا علي ما سلمنا عليه أفضل من أن نسلم على رسول الله باحترام ونسلم على علي بسوء أدب أيهما أفضل ما أنت حينما تذكر علي في الأذان والإقامة بعنوان عدم الجزئية هذه استهانة بمقام علي صلوات الله عليه ولكننا نتحدث مع من ولكننا نتحدث مع من مع رؤوس ملئت بغائط قذارات في النواصف لا شأن لنا بهم فحوزة النجاف حاربت أشهد أن علي ولي الله في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد الوسط والأخير في الصلاة ما هو هذا السستاني فتاوى السستاني يقول إذا ذكرت الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بغفلة بجهل لا بأس بذلك لكنك إذا ذكرتها قاصدا معتقدا بها مقدسا لها فعليك أن تقضي صلاتك لماذا لأنها تبطل الصلاة وإلا لماذا أقضي صلاتي لأن صلاتي صارت باطلة لأنني ذكرت علي قاصدا عامدا عارفا ومعتقدا بوجوب ذكرها وسائر المراجع كذلك ما أنا قلت لكم أذكر السستانية لأنه المرجع الأعلى أنا لا أتحدث عن الصغار أنا أذهب مباشرة إلى الرأس الكبير كي أضربه لا شأن لي بالرؤوس الصغيرة وإلا فإن الرؤوس الصغيرة هي الأخرى قذرة 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 بهذه العقائد النجسة حتى حينما يتحدثون عن إعلان الإسلام لا يشترطون الشهادة الثالثة في إعلان الإسلام أي إسلام هذا من دون اشتراط علي فيه تف على إسلامكم هذا أي إسلام هذا على أي حال على أي حال نحن نذرنا أنفسنا لهذه الشهادة انذروا أنفسكم أيضا تمسكوا بها وليعلم كل واحد منكم شخصا واحد رجلا كان امرأة كبيرا صغيرا وخذوا هذا العمل الخالد معكم أتعب أنفسكم دقائق في تعليم هذا الشخص أو ذاك وحق الحسين هذا هو العمل الخالد بذلك تنجون تنجوا هذا هو سبيل النجاة تأخذون عملا خالدا لأن الأرض لو بدلت لأن الأرض لو بدلت فإن الأمور غير الخالدة ستبدل الأمور الخالدة لن تستطيع الملائكة التي تبدل الأرض وتغيرها أن تبدل الأمور الخالدة هذا عمل خالد بمادة الخلود تمسكوا بأشهد أن علي ولي الله خصوصا خصوصا في صلواتكم الواجبة اليومية في التشهد الوسطي والأخير باعتقاد من أنكم إذا ما ذكرتم هذه الشهادة في صلواتكم فإن صلواتكم باطلة بالضبط بعكس فتوى السستاني بدرجة مئة بالمئة بعكس فتاوى مراجع علماء النجاف بعكس بعكس فتاوى مراجع النجف وكربلاء لماذا؟ لأن الصواب في خلافهم لأن الرشاد في خلافهم أحملوا معكم هذا العمل الخالد وأنتم تقبلون على بوابة التحقيق إذا ما سألوكم عند البوابة ماذا حملتم معكم من الدنيا ماذا جنيتم بعد هذه الأعمار قولوا هذا علمنا فلانا علمت فلانة أن تقول في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب بعنوان أنها سر طهارة الصلاة علمته علمتها أن تقول أن يقول أشهد أن علي ولي الله وقت الحلقة صار طويلا أتمنى أن نموت على هذه النية وأتمنى أن أرد على بوابة التحقيق وأنا أحمل هذا العمل الخالد بين يدي أسألكم الدعاء أن أوفق لذلك وأتمنى لكم أن توفقوا لذلك يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران زهرائيون زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم دعاء جميعا في أمان الله